اهلا بكم حبايا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا المسيح في انجيل يحنى هنقرأ ونكمل مع بعض درستنا في الانجيل المبارك ده بأصحاح واحد والآيات بالتحديد من اثنين لخمسة بيتقول هذا في البدء كان عند الله وكل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه حبايا برحب بكم مرة تانية عشان نستوعب مع بعض بعض الافكار اللي وردت في النص اللي قدامنا ده في الحلقة الماضية لو تتذكروا اخذنا نظرة سريعة عن الآية الافتتاحية من انجيل يحنى واللي بتقول انه في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله النهاردة بنعمة الرب هناخد نظرة تأملية سريعة في الآيات اللي احنا قرناها دي من اثنين لخمسة هذا كان في البدء وهنا بنشوف طبعا فكرة في منتهى الأهمية واللي بتشرح لنا من هو المسيح ولماذا جاء الى عالمنا لاحظ كل شيء به كان مين هو اللي يكون كل الاشياء والكائنات مين هو الوحيد اللي يقدر يقول للشيء كن فيكون او فكان مين هو مبدئ ومبدع الكون اللي بغيره لم يكن شيء مما كان يعني كل ما في الوجود مدين له بالوجود مين غير الله عز وجل جل جلاله جل شأنه تنطبق عليه الصفات دي نعم هو الكلمة كلمة الله الله بذاته شخص المسيح المتجسد بيقدم لينا يحنى المسيح هنا له المجد كالاله الخالق خالق الكون القوة اللي بتربط الخليقة مع بعض مصدر الحياة ومن غير الايمان ده بماهية المسيح ما ينفعش تسلم ايديك ليه وده السبب الرئيسي اللي كتب يحنى هذا الانجيل عشانه عشان يرسخ الحق ده وعشان يبني ثقتنا وإيماننا بشخص المسيح عشان نؤمن انه حقا هو الله هو الله اللي ظهر في الجسد اي في الطبيعة البشرية وكمان لاحظ معايا عزيزي المشاهد ازاي الوحي بيربط بين الحياة والنور في الاصحاحات اللي جاية مثلا في اصحاح 8 واصحاح 12 هيقول الرب كلمات واضحة وجالية في منتهى الوضوح انه هو النور اللي جي للعالم وانه من يتبعه لا يمشي في الظلمة الموت والبعد على الله جلب الظلمة للبشر والحياة الابدية في المسيح هي نور لكل البشر وجه الرب يسوع المسيح بالارض عشان يجلب للبشرية رجاء حياته الابدية مرة تاني ونوره ودي حاجة لا تباع ولا تشترى لكنها هبة هبة من الله يعطيها لكل من يريد وعلى فكرة حياة المسيح بتمنح النور للبشر وفي نوره بنشوف حقيقة حالتنا واحتياجاتنا الشديدة لنوره والحياته وكمان نقدر نتجنب السير مع العميان والسقوط في الخطيئة لان هو نفسه بيكون النور بتاعنا بنور طريقنا ويحفظنا من الظلمة والخطيئة والسقوط فيها وكل ما يحيط بنا من شرور فيريتي يا حبائي كل واحد فينا النهاردة يسمح لنور المسيح العجيب انه يشرق على حياته عشان بالحقيقة بالحقيقة يكون نور في العالم زي ما هو نفسه كان نور وزي ما هو قصد ان احنا نكون نور زيه والصراج المنير في موضع مظلم لان احنا كل المجد اللي نور علينا بنور المسيح العجيب ربنا يبارككم اشوفكم في الحلقة الجاية